السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة طبعا الحالة آدية طلب مني أن أتكلم عنها منذ أيام اللي احنا شايفينه في سوريا خطير جدا الثورة السورية عادت من جديد هل عادت صدفة أم أن الأمر مقصود هل بيتم استخدام أشعوب مطية للوصول إلى الأهداف التي يسعى لها حكام العالم الحقيقيين هل علموا أن سوريا مصرحا للأحداث كبير فبدأوا يعملون منذ سنوات على هذا الأمر هي والعراق تعالوا في الحلقة دي نتكلم ونحلل الموضوع بتاع الثورة السورية لا من زاوية السياسة اللي ملهاش أي لزمة بالمفهوم الحديث ولكن من زاوية أحاديث آخر الزمان خاصة أن سوريا مصرح كبير للاحداث آخر الزمان أول حاجة اللي لسه داخل معانا جديد اشترك في القناة وادعم القناة واضغط بكثافة على زر إعجاب لايك وانشر هذه الحلقة الهامة جدا جدا في معركة الوعية التي تسبق الإمام المهدي لأن احنا شايفين الآفة المرض الكبير الإعلام والأزرع الإعلامية قعدة بتتناول الموضوع من زاوية السياسة فالناس في التوهان الناس تايها جدا ومش عارفة أن هي تحلل ليه وبتلاقي الأحداث فجأة يعني فجأة الناس في سوريا انتفضوا ليه ايه السبب أنا هقولك دلوقتي ايه السبب أول حاجة لازم تعرف أن هذه المرحلة هي مرحلة التخلص من بشار خلاص أنا أقولك الكلام دوت من شهرين أول ما بدأوا يستميلوا عودة سوريا وعودة بشار للجامعة العربية قلتلك أن بشار كانت محروق ارجع للحلقات من شهرين علشان تعرف تحليلات أحاديث آخر الزمان أهم بكثير من تحليلات السياسة الجوفاء وأصح في الإسقاطات مقتل بشار خبر هتسمعه قريب جدا بشار خلاص كارت محروق والناس في سوريا الطيبين الغلابة بيتم استخدامهم طبعا بقالهم دلوقتي يعني مع الدين 12 سنة في حالة هم هم كبير غلاء أسعار تخريب بيوت قتل فوضى عارمة طبعا هذه الفوضى مقصودة وهذه الفوضى مقصودة ليه لأنهم علموا لأنهم دي عائد عالمين حكام العالم الحقيقيين المراكز البحسية العرفة تعاليم الإسلام أكثر من كثير جدا من الدعاء والشيوخ عارفين كويس جدا جدا إن سوريا لازم كان من 12 سنة لازم نهدها علشان لو سوريا وقف على حلها هتبقى درع كبير جدا جدا للإمام المهدي في آخر الزمن ولكن هما بالغباء المنقطع النظير بيطبقوا الأحاديث من حيثوا لا يشعرون يعني كل برضو الطرق مش هيقدر ويمكرون ويمكروا الله والله خيروا الماكرين مش عارفين كل الطرق تؤدي إلى ظهور الإمام المهدي في نهاية المطاف فالحنا شايفينه دلوقتي في سوريا إن الأحداث في سوريا ليه الأماكن اللي بشار بيسيطر عليها هي اللي فيها الثورات اسأل نفسك وليه الثورات دي مش موجودة في الأماكن اللي فيها الفصائل والتناحر اسأل نفسك برضو هتلاقي الإجابة إن خلاص اتفقوا يخلصوا من بشار طيب هل بعد الانتهاء من بشار لازم يبقى في حد بيحكم ده السؤال اللي دايما بعد أي ثورة بيقول مين اللي هيحكم مين اللي هيحكم في هذا التوقيت محضرين القوة التي ستحكم وأنا هنا بقول لك شيء الشخص لأن الطلعة اللي جاية ديت مش موضوع شخص دي قوة والقوة دي حدث عليها اتفاق من كل الناس يعني كل أطراف النزاع أنت متخيل الكلام ده كل أطراف النزاع يعني الدول العربية متفقة على هذه القوة وهقول لك كنت عارفها إيه هي القوة والنيتو وأمريكا متفقين وبيرعوا هذه القوة القوة دي بقى إيه قوة الرضع العربية إيه السيناريو القادم الثورة دي اللي هو إيه بنقصين السماح للناس اللي هي تتكلم ده التعبير الأدق اللي بيحصل دلوقتي هم فتحوا لهم بس المنفذ علشان يخرجوا ويتحركوا ها ينتج عنها مقتل بشار أو هروب بشار ثم مقتله هو مقتول مقتول يعني وبعد ذلك هنلاقي قوة الرضع العربية دخلة سوريا علشان تسيطر في وضع انتقالي هم هيقولوا للناس كده هيقولوا للناس إن في وضع انتقالي هيحدث في أرض سوريا انتبهوا جيدا من السيناريو ده والوضع الانتقالي ده هيطول لأنها هيقول لك هيطول يعني مش معناها سنين شهور القضاء على الإرهاب في سوريا ده لا يتقال دلوقتي القضاء على الإرهاب في سوريا وهيعتبروا الفصائل اللي هم دخلوها وسامحوا لها وسامحوا بالملعب ده هيعتبروهم إرهابيين وهيتم حربهم والقضاء عليهم بقيادة قوة الردع العربية في هذه الأثناء أيها الأحباب هيظهر قائد قوات الردع العربية السفياني السفياني الشخصية التي تربطنا بالمهدي لأن على طول يظهر السفياني بعديه المهدي بشهور وفي روايات ضعيفة تسعة شهور يعني الموضوع يظهر السفياني تعرف خلاص تبصم إن المهدي خلاص ده زمانه وإن إحنا بنستقبله بننتظره خلاص فظهور السفياني بن قوسين قائد قوات الردع العربية متحضر وجاهز دلوقتي وهذه الشخصية أيها الأحباب لن يعلن عنها يعني ممكن أقولك إن تلاقي إن قائد قوات الردع العربية أي شخص هيحطه في الأول ثم بعد ذلك تلاقي اتشال القائد ده وتم تعيين قائد مكانه في نفس التوقيت لا تنسى حرب كنز الفرات الكبرى وإن دلوقتي التويتة اللي بتظهر قصادك دي اللي بتبين لك اللعبة افهم بقى الموضوع ماشي إزاي طبعا اللعبة على المكشوف والناس اللي تابع بشار عارفين ومتأكدين إن الحرب دي حروب عقائدية وممهدة عارفين كل حاجة أنا بقولك بنسبة ألف في المية مش مية في المية ألف في المية ما ترى التويتة دي معايا اقرأ معايا كده عشان تفهم وسيم الأسد من عائلة الأسد بيقول إيه بيقول القيادة السورية حسمت أمرها مع حلفائها طب عايزين إيه للتوجه نحو عمل عسكري ضخم لتحرير شرق الفرات شوف ما قالش إيه مثلا لتحرير إيه لتحرير مدينة كازا لا ده الفرات بيتكلموا عن الفرات افهم اللعب على المكشوف لتحرير شرق الفرات من الاحتلال الأمريكي الفكرة دي هي اللي عاملة مشهد الثورة دلوقتي في سوريا أمريكا اللي قعدة بتدير الأحداث هي المحركة كل ده وطبعا الناس اللي بيطلعوا يصوروا دول ناس شرفاء وعايزين مطالب مشروعة هما بيستغلوهم يعني دول الطرف اللي بيتم استغلاله في هذه المعادلة هو ده السبب الرئيسي لأن خلاص بشار كمان محدش هيصبر عليه بعد كده وعلى رأسهم أمريكا بعد انتهاء المفاوضات المباشرة بين سوريا وأمريكا في عمان دون الوصول إلى نتيجة يبقى الجميع بينتظر حل أمني هو بقول كده والقادم هو حل عسكري خلاص الموضوع دلوقتي واضح وهيقتل بشار في هذا الحل العسكري وهيزول النظام بتاعه تماما وهتشوف نظام جديد بقيادة قوة الرجع العربية بن قسين السوفياني طبعا أنا مش عايز أن أنا أطول عليكم لأن الكلام طويل للحديث بقية بإذن الله وهنحاول نعمل لكم أجزاء ثانية عن الثورة السورية التي عادت الآن في مناطق حكم بشار عشان نفهم الموضوع إيه أسبابه الحقيقية بارك الله فيكم أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا